كشفت مصادر سياسية عن تفاصيل الحراك الأخير لرئيس الوزراء محمد الشيع السوداني حيال وقف التصعيد العسكري للفصائل المسلحة تجاه المصالح والمنشآت الأمريكية في البلاد المصادر ذكرت أن لقاءات السودانية التي أجرها مؤخرا لم تفضي إلى نتيجة ضميلة لوقف الهجمات على المصالح الأمريكية في العراق مبينتان أنه التقى نور المالكي وهادي العامري وعمار الحكيم لبحث وقف التصعيد كما أجرى لقاءات مع قادة فصائل مسلحة حليفة لإيران من دون نتيجة تذكر وأشرت إلى أن موقف قادة الإطار التنسيقي مع وقف التصعيد وأبرزهم نور المالكي وهادي العامري بالإضافة إلى قادة الفصائل المسلحة الأخرى على غير ريامين السفارة إلا أن هناك قادة فصائل أخرى رفضوا حتى التواصل مع السوداني كزعيم النجباء والكتائب وضفت أن الأمريكيين أبلغ السوداني رسميا بأن القوات الأمريكية في المنطقة سترد بقوة في حال أوقع تلك الهجمات أي خسائر في صفوف قواتها أو قوات التحالف الموجودة في العراق